أخيراً قبل ما أروح لفاصل برضو عايز أتكلم عن أكاديميات الناد الأهلي ما شاء الله أكاديميات الناد الأهلي دلوقتي بقى عليها انتشار كبير في كل أنحاء جمهورة مصر العربية بنوصل دلوقتي للفرع رقم 20 تخيل النهاردة ما يكون عندك 20 فرع لأكاديميات الناد الأهلي ده شغل كبير طبعاً الكابتن عبد المنع مشطة مدير أكاديميات الناد الأهلي آخر بقى الأكاديميات اللي هيتم افتتاحها إن شاء الله خلال أيام القليلة القادمة هيكون في جمعة النهضة برضو فرع إن شاء الله يعني هيبتدي خلال أيام قليلة لكل المواهب اللي موجودة في باني سويف اللي تحب تنتمي أو تنضم لعائلة الناد الأهلي ده فرع جمعة النهضة في باني سويف إن شاء الله خلال عشرة أيام يتم افتتاح هذا الفرع التقديم موجود دلوقتي ملاعب ما شاء الله أو ملعب مستوى رائع أيضاً كمان أعادات أولياء الأمور غرف الملابس حاجة شيء رائع ده في باني سويف أيضاً كمان أكاديمية النادي الأهلي في المعادي أكاديمية النادي الأهلي في بانها أكاديمية النادي الأهلي في الغرداء في سنزو نادي سنزو كمان هناك النادي الأهلي هيعمل برضو أكاديمية النادي الأهلي اللي برضو لكل أبنائنا في محافظة الغرداء والبحر الأحمر النهاردة النهاردة بقول لحضراتكم ما شاء الله النادي الأهلي بيصل لعشرين فرع ده انتشار كبير طبعا مكاسب مالية دي الاشتراكات زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم مواعد تحصيل الاشتراكات كل الفروع بقى مدية ناصر والشيخ زياد والأطامية والسكندرية والسويس مركز شباب الجزيرة المنصورة دومياط أسوان سوهاج المنوفية وزي ما نقولت من شوية عندنا بني سويف عندنا المعادي عندنا بنها عندنا الغرداء كمان فان شاء الله ده انتشار كبير بيوسع القاعدة لكل محبين النادي الأهلي وايضا مكاسب فنية ومكاسب مالية نروح لفاصل وبعد الفاصل كابتن فتحي مبروك نجمي الأهل السابق